السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم تنمية سنة 3 متوسط إليكم في هذا الفيديو وضعية إدماجية عن الهجرة السرية فيها مقدمة عرض وخاتمة المقدمة الهجرة السرية هي ظاهرة خطيرة تهدد مجتمع الدول النامية ودول العالم الثالث يقوم بها بعض الشباب للهروب من الفقر والحرمان والبحث عن فرص أفضل في الحياة العرض الهجرة الغير الشرعية هي رحلة نحو المجهول الذي لا يمكن التنبؤ به مملوء بالمخاطر ومصير المجهول لأنها تهدد الأمن والاستقرار في العديد من الدول النامية ودول العالم الثالث كما تهدد حياة ومستقبل الشباب المهاجر من أسباب دوافع هذه الهجرة السعي نحو حياة أرضل والبحث عن فرص أنجع في الحياة ولكنها قد تنجح وقد تفشل فشلا دريعا وبالتالي تؤدي إلى عواقب وخيمة وأيضا من الدولة التي قد تكون سبب لهجرة الشباب الغير الشرعية البطالة التي يكون لها الأثر الكبير لتدفع بالشباب نحو الهجرة بطريقة غير قانونية هناك أيضا عوامل جاذبة للشباب في تلك الدول التي يهاجرون إليها لأنها توفر الفرص الكبيرة وأعمال متعددة ودخل مرتفع وحياة كريمة ومسكن جديد وتوفر المرافق والخدمات العامة المتقدمة ووجود تقدم تكنولوجي وعلمي كبير ومن الأثار السلبية للهجرة الغير الشرعية موت الكثير من الشباب المهاجر وتعرضهم لخاطر الغرق والفقدان يخلفون وراءهم أهما كبيرا محزنا وأسامل في قلوب الأهل والأقارب وكذلك التعرض للإهانة والابتزاز وتعرض إلى النصب والإحتيال والسرقة من الغير وكذلك يمكن أن يتعرضوا للاعتقال والحبس والعديد من العقوبات ومن ثم الترحيل مرة أخرى إلى بلدهم المهاجر وبالتالي ضياع مستقبل وخسارة كبيرة في حياة الشباب الخاتمة لذلك يجب على الشباب الواعي توخي الحذر وعدم خوض المغامرات التي تكون وبالا عليهم وعلى أهاليهم ولا تخلف لهم سوى الحسرة والألم وهناك الكثير من الطرق الشرعية التي توفر حياة أوضل أو الهجرة لذلك قال الله تعالى بعد أعود بله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك صدق الله العظيم الآية 195 من سورة بقرة تلميذ الآيزات أمنى لكم النجاح والتوفيق لا تنسوا الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإلى موضوع آخر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر